ينضم إلينا من أربيل الأستاذ أحمد شوقي الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك أستاذ أحمد قبل أيام قليلة رأينا أن حد القادة العسكريين تحدث عن أنه بعد ساعات قليلة سيتمكنون من دخول إلى وسط الموصل الآن نسمع قادة آخرين يتحدثون عن قرب دخول المعارك إلى أحياء الموصل من خلال متابعتك لسير المعارك هل هذا فعلا ممكن؟ تحيي لك سيدتي ولجميع المشاهدين الكرام المعارك كلما تقدمت القوات العسكرية وقوات الجيش ومكافحة الأرهاب باتجاه مركز مدينة الموصل كلما اشتد المقاومة من قبل تنظيم داعش الأرهابي والعملية ليست عملية بالهينة هناك معارك تجري حرب شوارع بأحياء مكتظة فيها من المدنيين الكثيرين المتواجدين لا يمكن أن تكون المعركة سريعة جدا يجب أن تكون هناك توخي الحيطة والحذر في عمليات اقتحام تلك الأحياء السكنية لوجود هؤلاء المدنيين خاصة وأن داعش الأرهابي تجأ إلى اسلوب آخر وهو اسلوب إرسال المفخخات باتجاه القطعات العسكرية بين الأحياء التي تواجد فيها مكافحة الأرهاب أو القوات العسكرية أو المدنيين مما يجعل هناك حقيقة ضحايا في صفوف المدنيين لربما أن تكون المعارك بخطة تكتيكية محكمة أكثر وبتأني أكثر خاصة أن القوات العسكرية تقوم بعمليات فتح ممرات آمنة للعوائل وبقاء تلك العوائل في مساكنها بعد دخول القطعات العسكرية التي هي هؤلاء المدنيين يحتاجون إلى الإغاثة الإنسانية قبل أن هذا المهم الدرجة الأولى لكن العمليات حقيقة تجري وفق خطة مثل ما تم وضعها بشكل طبيعي جدا ولكن الساحل الأيسر بالنسبة لمدينة الموصل هو منطقة كبيرة جدا وواسعة بالأحياء السكنية المنتشرة بأكثر من اللازم لا يمكن أن تكون المعركة الوصول إلى قلب مركز مدينة الموصل إلا بعد وصول قوات العسكرية المتجحفلة من المحور الجنوبي باتجاه مطار الموصل ومنطقة الغزلاني كذلك يجب أن تكون المحور الشرقي مكتمل من الناحية تحرير المناطق التي هي مقابل الجانب الأيمن يعني كل المحاور المتواجدة هناك تؤكد عمليات استعادة النينو وتؤكد أنه يجب الالتحاق كل المحاور بالمحور الشرقي إلى أي مدى هذا الالتحاق بكل المحاور سيؤدي إلى سهولة الدخول إلى داخل المدينة؟ سيدي الكريم يعني كلها محاور مهمة بالنسبة الآن أصبحت مدينة الموصل مطوقة من جميع الاتجاهات ومغلقة بالكامل من قبل كافة القطاعات العسكرية والقوات المتقدمة ولكن عملية الجانب الشرقي عملية ليست بالهينة هناك كما ذكرت من المدينيين الكثيرين وأيضا هذه المنطقة الجهة الشرقية هي أوسع وأكبر من الساحل الأيمن بالنسبة الجهة اليمنى بالنسبة لمدينة ومركز الموصل هذه أحياء كبيرة جدا ممتدة على طول ضفة نهر دجلة من الجهة الشرقية وهي أحياء جديدة وأحياء كبيرة جدا ومساحات واسعة من الأراضي لا يمكن أن تكون القطاعات العسكرية المتقدمة حاليا باتجاه المحور الشرقي كافية لتطهير تلك المناطق خاصة وإنها تواجه عمليات انتحاريين ومفخخات يتم إرسالها من قبل داعش الأرهابي بين الأحياء والأزقة الضيقة التي هي ليست فقط تستهدف القوات العسكرية وإنما تستهدف حتى المدنيين الأبرياء الذين يتواجدون في تلك المناطق ولكن المهم هو وصول القطاعات العسكرية اليوم وصلت القطاعات العسكرية وتم تحرير منطقة النمرود نعم بالنسبة للمدنيين الأبرياء أستاذ أحمد وهذا التكتيك الذي يستخدم تنظيم داعش من سيارات ملغمة من الاستخدام هؤلاء المدنيين كدروع بشرية أنت كخبير عسكري ما هي الطريقة التي يجب أن يتم اتباعها من قبل القوات الأمنية في هكذا حالا؟ سيدتي من أصعب المعارك هي حرب العصابات وحرب المدن وحرب الشوارع يعني هي العملية ليست بالهينة عملية صعبة جدا ومعقدة بنفس الوقت لوجود المدنيين العزل الذين يتخذهم داعش الأرهابي دروع بشرية لكن أكيد القادة الميدانيين في المعركة لكل معركة ظروفها هناك عمليات تكتيك تجري الآن هي عملية كيف فتح ممرات آمنة بطرق عمليات قضم الأرض يعني لا يمكن أن تقتحم القوات العسكرية حي بالكامل وإنما يتم تطويق هذا الحي من عدة جهات للغرض الدخول ببطء شديد وبحذر شديد تلافيا لإنقاذ أرواح الأبرياء المتواجدين في تلك الأحياء لكن المحور الجنوبي هو محور تقريبا منطقة واسعة ومنطقة مفتوحة ولا يوجد فيها الكثير لكن المشكلة أيضا أن التأخر في إنقاذ هؤلاء المدنيين والتأخر في دخول إلى الموصل أيضا قد يعرض المزيد من المدنيين إلى الخطر يعني عمليات الإعدام الكثيرة جدا التي يقوم بها تنظيم داعش وأيضا كما قلت استخدام هؤلاء المدنيين كدروع بشرية يعني ما هي الطريقة التي يمكن اتباعها عسكريا يعني بحيث قد تسرع القوات الأمنية من دخولها إلى الموصل في أقرب وقت كل العمليات العسكرية وكل القطاعات العسكرية تحتاج دائما إلى غطاء جوي الغطاء الجوي وعمليات رصد تحركات داعش وحركتها يتم من قبل طيران الجيش ومن قبل طيرات السمتيات لربما هي أكثر ما يمكن أن تساعد القطاعات العسكرية وعمليات الاستطلاع المستمرة والتغطية الكاملة للأجواء مدينة الموصل من قبل طيران الجيش وطيران التحالف الدولي مهم جدا في حسم كثير من تقدم القطاعات العسكرية كلما كان الجهد الجوي متوفر وبكثافة للمنطقة لمدينة الموصل ستكون القطاعات العسكرية متقدمة أكثر هذا دائما ما ينجز أكثر العمليات العسكرية وأكثر في الحروب هي تأمين الغطاء الجوي بكثافة وكل اليوم يعلم أن تنظيم داعش الأرهابي عمل هجوم تعرضي على منطقة القيارة وقد حسم هذا الهجوم بأقل من ساعات سيد أحمد لوجود التحالف الدولي وطيران التحالف الدولي الذي أنهى هذا الهجوم بسرعة نعم التكتيك الذي تستخدمه القوات الأمنية العراقية ببطء شديد بحذر شديد للدخول إلى أحياء المدينة أيضا في المقابل تنظيم داعش يقوم بخطط بتكتيك معين يعني استخدم السيارات الملغمة يعني زادة من عمليات انتحارية هذا الهجوم المقابل لداعش ماذا يعني؟ هل هو عامل آخر ربما لبطء دخول القوات الأمنية وحتى إلى مطار الموصل دخوله مرتقب أيضا؟ بالتأكيد داعش الأرهابي لن يكون مكتوف الأيدي ولن يكون جالس ينتظر القطاعات العسكرية داعش الإرهابي قد عمل على جعل هناك عدة خطط له وهي خطة الأنفاق كانت بالدرجة الأولى تحرك عناصر داعش داخل الأنفاق من حي إلى حي وأنفاق كبيرة جدا وواسعة جدا وامتداداتها عميقة أيضا هذه الأنفاق هي التي يتحرك بها داعش ولكن الأحياء السكنية كما يوجد مدنيين كما توجد أيضا عجلات وسيارات للمدنيين متوفرة في داخل هذه الأحياء فدائما القطاعات العسكرية تكون حذرة ما بين أن هذه العجلات ليست لمدني أو لانتحاري لربما يتج باتجاه القطاعات العسكرية لكن سرعة استجابة أبناء الموصل وخاصة داخل مدينة الموصل بتزويد القطاعات العسكرية بكل تحركات داعش وعمليات الاستخباراتية التي دائما يتم إعطاءها للقوات العسكرية المتقدمة نحو المدينة ساعدت الكثير لقطاعات العسكرية في تقدمهم هذا جانب الجانب الآخر تنظيم داعش الأرهابي دائما يلجأ إلى تكتيك وعملية الالتفاف وفتح جبهات أخرى غير التي تكون باتجاه القطاعات العسكرية يحاول جهد أمكانه أن يشتت القوات العسكرية ويفتح جبهات غير الجبهات التي تقابل القطاعات العسكرية المتقدمة نحو مدينة الموصل شكرا لك الخبير العسكري والاستراتيجية الأستاذ أحمد شوقي كنت معنا من أربيل شكرا لك